اشتركوا في القناة يحتوي المنتج على جهاز الهوت بوكس والمبادل الحراري وكل ما يحتاجه الزبون من توصيلات ولا يشمل خزان الماء يمكن استخدام الجهاز لتسخين الماء في خزان مثبت داخل السيارة أو في خزانات خارجية مثل علب الماء الكبيرة أو خزانات المخيم أو خزان مثبت في مقصورة إذ تتم عملية التسخين خلال الطريق أو في مكان التخيم ويكفي أن يكون محرك السيارة يعمل بينما السيارة متوقفة تتم عملية تسخين الماء من خلال جعل الماء المخصص لتدفئة كبينة السيارة يمر من المبادل الحراري المتوفر مع المنتج ولا تؤثر العملية سلبا على تبريد المحرك فالماء الذي يمر بالمبادل لا يختلط بماء آخر ولا يفقد أي شيء منه كونه يمر بممرات منفصلة لكنها متلاصقة بممرات الماء المراد تسخينه ما يعني أن المياه التي تدخل المبادل هي مياه تدفئة كبينة السيارة وليست مياه تبريد المحرك أجرينا تجربة لتسخين خمسين لترا من الماء من خمس عشرة درجة مئوية إلى خمسين درجة وكان الزمن لازم لتسخين الماء عن طريق جهاز هوت بوكس سبع دقائق عبر استخدام طاقة الحرارية الهائلة التي ينتجها محرك السيارة بينما احتاج سخان المياه المنزلي خمسا وأربعين دقيقة أما عن طريق كهرباء السيارة فقد احتاج وقتا طويلا ميزات الجهاز يعطي مياه دافئة بشكل فوري من خلال الحرارة الناتجة عن محرك السيارة مياه ذات ضغط عال مما يتيح الاستحمام بمياه دافئة أو غسيل السيارة أو الأواني أو معدات التخيم التحكم بجميع ميزات الجهاز عن طريق تطبيق الهواتف الذكية والبلوتوث يحتوي نظاما متطورا يحدد كمية المياه المتوفرة في الخزان نظام الجهاز يحافظ على بطارية السيارة وسيتوقف تلقائيا إن لم يلاحظ أي استهلاك للماء تطبيق للجوال بعدة لغات استمتعوا بالماء الساخن القوي بلمسة زر واحدة ترجمة نانسي قنقر